موسيقى مكملين فقرة الطبخ فقرة الطبخ فقرة الطبخ مع غادة تقول لي راح نبلش هلأ الصحن المالح واللي هو الفيش انت شيبس أو السمك المقلي السمك المقلي مع البطاطا هي أكلة أظن بريطانية فيش انت شيبس كل حدا بيروح على بريطانيا لازم يأكل فيش انت شيبس فرح تطلع المقادير هلأ على الشاشة اللي بيحبوا ياخدوها أول شي بدنا فلي سمك هلأ ممكن أي فلي موجود مش هيك غادة ولا فلي معين بتفضلي اللقوس ده بيبقى لطيف اللقوس كويس أي فلي سمك بدنا كيلو كيلو ورس بدنا تنين كوب طحين هلأ لأنه الخلطة اللي بدنا نلت فيها السمك تنين كوب طحين معلقة صغيرة باكينج باودر عشان ينفخ بدنا مية صودا صودا ووتر زي السفن أب أو هيك بس مش حلو ملو حفلفل أسود بدنا شوية نشا عشان تكون بتقرش بدنا زيت للقلي وشوية بطاطا هلأ فيه وبطاطا للقلي طبعا فيه سوس اللي بدنا نعملها عشان نحطها على السمك أو نحط السمك عليها اللي هي التارتار سوس تارتار سوس التارتار هي واحد كوب مايونيز هي معلقة كبيرة كبار أو إذا بدنا كيبرز يعني لو بدنا نحط عليها معلقة صغيرة سوس حد إذا بدنا زيت بازكو أو سوس حر معلقة كبيرة عصير ليمون وكمان بدنا شوية بقدونس هذه هي السوس اللي بنعملها حتى نحطها على السمك بعدما نقلي طيب هلأ عم بيجينا كتير اتصالات على فيسبوك كتير كتير لازيزين هلأ قلت لك طلبوا المخلّل آه وبعدين أوكي ناخد سلوى ونكمل هلو صباح الخير يا سلوى صباح الورد كافي سهر أهلا رحبية سكيحة عشي عشي كيفك يا سلوى والله سمع كيفك يا سلوى تمام امي حشو رأيك بطبخاتنا اليوم والله بتجنن كويسين أهلا وسهلا فيكي وكيف اللي عندك بتواخذ العقل بتجنن ها آه حلوى ياريت عمليننا مكارونا بالبشامال يا سلام نتيها غادة قبل آه نتيها لا لا مكارونا بالبشامال العادية لأ عملنا مكارونا بحاجات تانية بس آه نعم عملنا كانيلوني بالبشامال آه عملنا كانيلوني نجرب المكارونا بالبشامال آه آه ياريت يعني التعملين نياحة تأموري يعني بحكلك والله هم نورين هالصباحي بحلو حبيبتي صباح حلو والتليفوناتكو جميلة نعم عليكو مثل الأمارين يارب يحنيكي يا را أمارين دولو طيب يا سلوى بتحب تشاركي بالمسابعة؟ آه بحب أشارك أنا أول مرة بشاركك معاكو برنامج دكتر لانا هو مسال ورد أهلا وسهلا فيك يا سلوى شكرا لأ اتصالك شكرا لك طيب أمارين وين لقيتوا السمكات ضايعين؟ ورا أنا قلت مش عارفة يعني راحوا في أساجة فاهم بعنيا طيب يلا خلينا نفرجي شو راح علينا غادة ما راح شا حاجة ما راح شا عليكو عافي غير وانا رايح أجري هناك أدور على السمك دال راح بش أجري على السمك وطلع هون كلهم طلع هنا ورايا يلا بسيطة باوكية غادة شو عملنا هلا؟ بس ممكن تغطيه بشوية ناشا أو بشوية دقيق هلا أول انت حطيته عائشة تحت فيه؟ حطيته على ناشا شوية ناشا وبعدين؟ وبعدين شوية بعدين ملح وفلفل أوكي وملح وفلفل وبعدين حطينا عليهم كمان شوية ناشا بس أوكي علشان خاطر هو بيبقى شوية فاصل عن العجينة ما تبقاش لزقة فيه قوي صح أوكي أوكي بعدين دلوقتي يا ستي بولك هتبقى حلقة شيبس تخيالي نطلع على هوا نعمل شيبس مرات الواحد كيف بتدوري عشان لي بتكون جنبك؟ لا ده أنا بالذات أنا بالذات قدام عناية فين يا بنتي يا حبيبتي فين راحت بس هنجيب أوكي دلوقتي هنعمل الخلطة الخلطة اللي هنغطس فيها السمك وعلى فكرة الخلطة دي ممكن كتير بتبقى حلوة لو اتعاملت مع الفراخ مع زي هوا نعمل فلان الفراخ اه بتعملوها شوية شوية يعني طويلة ورفياء زي التندر دول برافو اه وبتحطيها في العجينة دي وبتقليها كتير بتبقى حلوة الولاد كتير بيبستوا عليها صح أوكي لأنها بتقرقش اه حناخد الكوبين طحين كوبين طحين بصي في بقى يعني ممكن في ناس بيحطوا بودر التوم وحاجات ومعرفش ايه على الخلطة دي بس هنعمل كده من غير اي مطيبات من بره عشان تفضلي عالطعم بتاعه اوكي انا مش بتذكر انلي قريت بيض لحظة اشوف لت دي اشوي حتين كوبين طحين مظبوط غادة مظبوط اوكي اذا واحد كوب مايونيز معلقة كبيرة كيفرز لو بدنا معلقة صغيرة اه لا سوري اه مافي بيضة اذا انت حتاتي بيضة واحدة اه بس برضو يعني انا بفضل احط البيضة مش مكتوب بيضة معلش في بيضة اذا خلينا نعيدها اتنين كوب طحين غادة معلقة صغيرة باكينج باودر اه سودا ووتر مية سودا ملح وفلفل نشا زيت للقلي وبطاطا طيب هلأ حطينا بيضة اوكي اه هلأ شو عم تحطيه حطينا بيضة بزود بقى مية السودا سودا ليش سودا مش مية اه لان السودا بتديها الهشاشة والكريسبي ده عشان تبقى تقرش اه المية هتشتغل برضو بس هتعمل لها بس طبقة عاجينة يعني هتبقى عاجينة نعم اذا هيك اسكى عشان تكون بتقرش ايوه وبتدي هوى تقريبا كوب بدنا اه لانها فيها بابلز ايوه ومعانا هلأ هيام يا غادة هلو مرحبا مرحبا يا هيام اهلين يعطيكم العافية الله يعافيكي يا حبيبتي الله يعافيكي شكرا ازايك الحمدلله كيفك انت تمام انت يا اخبارك الحمدلله كويس عم بحضركم اه اكتر حاجة بتبسطنا بكم تحضرونا ايوه اه فينا شاك في المصابقة طبعا طبعا تفضلي اسم البرنامج مساء الورد اوكي يا هيام هيام ولا ريهام لا هيام احمد اوكي يا هيام اهلا وسهلا فيكي وشكرا لاتصالك اوكي شوفي احنا دوراتي عملنا حطينا البيض اه يعني كده تقريبا ما احدجنا اكتر من كوب لا لا اخدنا كوباية و وشوي ونص تقريبا طب خلينا نشوف كيف شكلها على الكاميرا عشان نعرف قدي لابزم تكون قديش تخميل قديش تقيل العزينة اوكي كده يعني زي عجينة البانكيك مثلا ايوه اوكي اوكي حلو بعدين هنبتدي بقى ناخد السمك بتاعنا المتبل اها بالنشا لأ انت السمك تبلتي بنشا لحاله وملح وفلفل فلح وململ اه ملح وفلفل فلح وململ فلح وململ اوكي وهنبتدي نحط نقليه هلا ضروري طبعا الزيت لازم يكون حامي اه بس معلش اغلبك تحطلنا في طبق اه اه طبعا الوصفة دي احنا عاملنها الشيرين الشيرين دايما بتتبعنا وجوزها وجوزها كلمنا مال فاتزع يعني كان حيزعق لنا اه لا طبعا ما بنقدرش ازعق على حد خالص مننا اكيد يا ما محبش تزعر حد فكررنا نعمله الاسبوع ده على طول برافو لانه الاكل متعة اه وانا قبلتها مبارح كمان شيرين ضرة يعني برافو كتير لطيفة حبوبة هي وخليتها دايما بتكلمنا كمان والله اسمعي هاي الاكلات ليش مطلوبة لانها سهلة رمضة بس عايزاكي تيجي تبصي اه حياتي بصي ازاي طلع عامل تعالي اه يمي كيف نفخه شوفت الله 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 صاروا حيتام هدول دخلوا في الازار صاروا حيتام شوفت هذا هو ازاكي انها تطلع العجيني نافخة فيها هوا بزاك قبل كده احنا عملنا برضو برضو ممكن الخلطة دي بيتعامل بيها كتير حاجات تانية ممكن تقلي المشروم فيها الفطر التازة انا رح اخدها على البيت هاي الخلطة كتير حباتها اه بتقلي فيها حاجات كتير خلينا نستنى على ما دول يتقلوا نعمل شوية قدي تقريبا خلينا نقول قدي تقريبا المطاطس يعني ما بيخدش كتير يمكن سبع تمن دقايق والنار لازم تكون حامية القلق اه مش كتير علي واطي علي واطي علي واطي دلوقتي البطاطس انا احسن طريقة عشان تعملوا البطاطس بزيط لها معاكم ارمشة ولذيذة هي انكو تسلقوها شوية فمايني بايقولك انقعيها في خلو ما عرفش ايه انا مجربتش بصراحة غير الطريقة دي وهي كتير مشيت معايا اوكي فاكتر حاجة باقولكوا تعملوا تحطوها بس في مية مغلية وهي مقاشرة والاقبت yeah وهي مقاشرة ومقطع وكل حاجة مية مغلية مية مغلية سبوها تغلي على النار 3-4 دقايق بعدين يعني كنو عمال التغيير احنا ممكن نجيب البطاطس ايه زي ما هي كده ايوه الفن بتاعك يا غادة ونقطعها مثلاً على شكل ورد عندنا عزومة عندنا عيد ميلد ورد بطلعت قلبة عيد الأم نعملها قلوب ورد وقلوب لعيد الأم بس فاللي عايز يقطع على شكل قلب عايز يقطع على شكل وردة كله بالقطاعات اللي عندك الصغيرة أوكي حلو عزيم وبعدين تأخذوها بعد ما تقطعوها وتسلقوها شوية وبعدين تحطوها في الزيت أوكي حلو فهلا بدون يكونوا المقليين شغلين على النار البطاطا بصي فيه ناس بيقلوا الاتنين مع بعض يعني هو ممكن يتقلوا الاتنين مع بعض بس أنا يعني للضمان أكتر إن ده تستوي ودي ما تستويش بادي عدت نقي البطاطس بطاطساية بطاطساية هو عشان البطاطس تاخد من طعم السمك آه هيك بيكون القصة آه تزبط بس السمك بدي وقت أكتر بولا نفس الشي آه ما تبقي سلقة لأ بديوش وقت أكتر بس عشان تضماني زيادة أنا بحب أعمل كل واحدة لوحدها يعني خلاص أوكي يلا أحنا ننضل معنا بس خمس دقايق أوكي بحنا نعمل السوس تارتار هنعمل السوس تفضلي أوكي السوس عايزين هنحط لها قد بنقدر نستبدل المياناس بإشي ولا هو بس لازم نكون لديه استباع يعني هو كده خلاص هو كده خلاص ما نتفلسفش بقى هو كده خلاص هنحط له لمون أيوة أوكي هنحط له آه شوية سوس آه حراقة أوكي حطينا شوية سوس بحرق هنحط لها آه شوية الكبار ده اللي هو الكيبر اللي ده كثير بيروح مع السمك برافو إذاً حطينا خلينا نعيد المقادية يلا كوب مايونيز حطينا كوب مايونيز وحطينا شوية سوس بتحرق أو شطة إذا بدكم أو سوس بتحرق حطينا آه شو اسمه كيبرز أو كبار وشو كمان بس ولمون ولمون حطينا معلقة كبيرة للمون عصير للمون وشوية بقدونس نزين هذي يعني ممكن نزينه ممكن نحط شوية جوه كتير البقدونس برضو بيليق على الحاجات البحرية برافو هلا في إجالي اتصال إنه غدا تقولنا إيش الصودا الصودا هي تشريها زي يقول الكانز اللي بيكون فيها البيبسي والسفن أب بس صودا مفيهاش سكر ولا أي نكهة بس صودا يعني صودا تشريها من سبور ماركت كامز علب بحديد أوكي هلا عم نحط الصوص حلو منذكر إنه بتقدروا تشوفوا فقرات هذه الحلقة أو هذا البرامج دائما على يوتيوب.com slash دنيا يا دنيا بتقدروا كمان على صفحتنا على فيسبوك صفحتنا facebook.com slash دنيا يا دنيا وأكيد الويبسايت رؤيا.tv منحب دائما نتواصل معاكم وكمان هواتف البرنامج اللي بتظهر على الشاشة شكرا من انبسطنا اليوم ونحن معاكم وغادا شكرا كتير آه لا عفو بس البطاطس لسه ما اتحمرتش مالشان لسه نالبطاطا المهم شفنا كيف السمك طلع ونفش وحبيت هاي الطريقة إنه تحطيه أول بمي مغليه شايفة إزاي السمك آه كتير شكله حل شايفة إزاي مقرمش بعدين عايزة أقولكو على حاجة فيه بتروحوا عند الـ في المحلات المخصصة لبيع البطاطس بتلاقوا فيها عندهم توابل مخصوصة للبطاطس بيحطوها كتير بيحبوها ما بيش عارفين هي منين بتتجاب عند العطار روحوا عند أي عطار وقولولوا بس عايزين التوابل بتاعت البطاطس وهي دي توابل البطاطس برضو كتير بتبقى لذيذة مع البطاطس أهلا وسهلا شكرا حبيبتكم يعطيك ألف عافية هيك بيكون لقاءنا معاكم انتهى لليوم استنونا يوم السبت صباحا على الثامنة والنصف وما تنسي بكرة حلوة يا دنيا ضيوف الميزين حلقة كتير حلوة نتمنى أن تستمتعوا فيها باي باي موسيقى موسيقى